طلبت وطلبات الصف الثاني الأعدادي وكمان الصف الأول الأعدادي لأن الدرس الجرامر اللي احنا هناخده ده خاص بالصفين الاثنين التاني الأعدادي والأول الأعدادي وبرضو حلاقيه موجود في يونيت وان في الصفين الأول والتاني الأعدادي موضوع الجرامر معنا النهاردة هو The Present Simple Tense The Present Simple Tense اللي هو زمن المضارع البسيط تعال نتفق في الأول أن كلمة زمن يعني فعل يعني زمن الجملة بيتعرف من الفعل بتاعها تاني زمن الجملة بيتعرف من الفعل بتاعها طبعا الأزمنة اللي موجودة فيه الإنجليز كتير بدايتهم النهاردة إن شاء الله هو The Present Simple Tense اللي هو زمن المضارع البسيط تعال نتفق إن عشان أقول إن أنا هاضم أي زمن أو عارف أي زمن لازم أكون عارف فيه حاجات معينة أول حاجة لازم أكون عارف تكوين الزمن ده يعني الزمن ده بيكون من إيه؟ يعني الفعل بتاعه شكله عامل إزاي؟ يعني لم حد يقول لك دايما هو الزمن ده بيكون من إيه؟ يعني الفعل بتاعه شكله عامل إزاي؟ طيب تاني حاجة لازم اكون عارف الزمن ده بيستخدم في ايه? يعني امتى استخدم الزمن ده? وحلاقي ان بيجي الكيووردز يعني الكلمات الدلة على هذا الزمن اثناء الاستخدام. تالت حاجة لازم اعرف ازاي بان في الزمن ده? رابع حاجة ازاي how to make a question? ازاي اعمل سؤال? خامس حاجة هو ان انا ابني مجهول. وممكن دائما اخدوش دلوقتي لانه مش مقرر علينا في الدرس ده. تعالى نبدأ الزمن المضارع البسيط وشكل ما قلنا اول حاجة لازم اعرف how to form it. ازاي اقدر اكون الفعل في زمن المضارع البسيط? طبعا الفعل في المضارع البسيط حلقين مقسم لشكلين اتنين. يعني اما فعل في التصريف الاول بدون اضافات تاني. في التصريف الاول بدون اضافات. يعني اما الفعل ده مضف له اس او اس تاني. يعني اما الفعل ده مضف له اس او اس تاني. يبقى انا عندي زمن المضارع البسيط او الفعل في المضارع البسيط حلاقى ليه شكلين اتنين. يعني اما فعل بدون اضافات في التصريف الاول. يgia اما فعل في اس او اس. وطلما اي زمن في الدنيا. ليه اكتر من شكل? إذن كل شكل هيعتمد على الفعل تاني كل شكل هيعتمد على الفعل وشكل ما قلنا قبل جدا في المراجعات إن الفعل بيجي في أول الكلام وبيكون noun or a pronoun طيب تعال نشوف هنا زمن المضارع الوسيط اللي هو بالشكلين ده خلاص طالما ليه شكلين اتفقنا إن كل شكل هيعتمد على الفعل قال لي إذا كان الفعل بتاعي I or we or they or you or a plural noun يعني اسم جمع قال لي خلاص اللي هيجي معاه هيكون تصريف أول بدون إضافات قال لي لو كان الفعل she or he or it or any singular noun أو أي اسم مفرد قال لي في الحلقة دي هختار فعل فيه S أو ES يعني يلعب حلقها play يبقى play اللي من غير إضافات حلقها جاية مع I we, they, you and the plural noun so I play we play they play you play أحمد عند علي play أما هنا لو اتنالت هتبقى plays plays هنا زودت لها S so play became plays play أصبحت plays مع he or she or it with singular noun so she plays he plays it plays singular noun like أحمد علي سامي مونة كل ده حول عليه plays طيب كلمة شكل كلمة run يا جري مع دول حلقها مع he or she or it but it runs أوكي يبقى إذن الفعل مع I و we with they و you في المدارع البسيط حلقية بدون إضافات الفعل مع he or she or it with singular noun والإسم المفرد حلقية في S طيب أنت قلتلي يا مستر أن ممكن ES هو أنت بحط ES قال لي بحط ES إذا انتعي الفعل نقلب S H C H S S O X تعال نشوف أنت سيلى على الكلام ده like wash sorry wash هنا هلأيها بقت هنا washes يعني زودت لها ES لو هنا watch هلأي هنا بقت watches زودت لها ES لو هنا cross هلأي هنا بقت crosses زودت لها ES لو هنا go هلأي هنا بقت goes هزود لها ES لو هنا fix هلأي هنا بقت fixes هزود لها ES ليه لأنها انتهت بنهاية من دول SH CH SS O X طيب قال لي لازم ألاحظ حاجة كمان وأنا جاي أحط S قال لي إذا انتعي الفعل BY إذا انتعي الفعل BY والY ده قبله حرف ساكن مش حرف متحرك قال لي يبقى لب الY ده ل-I ES Like study هكلاه هنا study وانا جاي حط S لازم أقلب الY ل-I وزود ES يبقى هنا يبقى هنا قبله حرف ساكن فتتقلب على طول ل-I E ES أما كلمة شكل كلمة play لو لاحظنا هنا Y قبلها متحرك مش ساكن يبقى عمر ما حقل بها سيبها وحط ال-S عادي جدا ده بالنسبة للحاجات اللي بلاحظها وأنا جاي حط ال-S اذا انتهى الفعل بس اتش سي اتش اس او اكس بزول اس اما اذا انتهى الفعل بواي والواي قبل احرف ساكن بقلب الواي لائي اي اس ده اللي بلحظه في موضوع الاس تعالى بقى بسرعة كده ناخد امثلة على الزمن ده لما يقول لي اي ويديني في الاختيارات play or plays tennis واللي choose اختار طبعا هنا اكيد ده مضارع بسيط وده مضارع بسيط عشان اختار لازم اروح للفاعل الفاعل بتاعي لقيته اي يبقى اي play ما ينفعش اقول اي plays تاني ما ينفعش اقول اي plays طيب لو خلينا اي دي هل هتخليها play هتقول لي لأ طالما بقيت هي او شي او ات يبقى لازم هقول plays تاني لازم هقول plays يبقى دايما اذا كان الشكلين بتوع المضارع البسيط موجودين على طول انا بختار على حسب السبجيكت على حسب الفاعل فييجي يقول لي مثلا مونة like t يعني مونة بتحب الشاي ويجي يقول لك وريني الخطأ اللي موجود هنا على طول لما حبص على الخطأ هنا حالي ان مونة اذا singular noun is مفرد وعلى طول جايب لي معها خلاص مصدر او الفاعل في التصريف الاول حقول له مش هينفع المفرد بيجي معها فاعل في اس او اي اس فعشان كده لازم الخطأ هنا احط likes so مونة likes t تاني مونة likes t يعني مونة بتحب الشاي يبقى تاني مونة اس مفرد بيجي معها فاعل في اس يبقى مونة likes t يبقى في الاختيارات حبص هل هي الفاعل ماشي مع الفعل ولا لأ اذا كان مصدر يبقى مع اي وي وذي وي والاسم الجامع اذا كان فعل في اس او اي اس يبقى مع هي وشي ويت والاس مفرد كذلك في الاخطاء مونة like حقول له لأ likes نفس الكلام يقول لي they watches tv يعني هم بيشاهدوا التلفزيون هنا حتى لو هم محط ليش الخط تحت watches هقول له الخطأ في watches لان they خلاص ده جمع فبالتالي يجي معاه تصريف اول فعشان كده لازم اشيل الاس وتبقى they watch tv تاني they watch tv تالت they watch tv ده بالنسبة لتكوين زمن المضارع البسيط بقى في التكوين لازم اخلي بالي امتى بجيب الفعل بدون اضافات وامتى بجيب الفعل في است تعال بقى نشوف تاني حاجة وهي how to use the present symbol ازاي هستخدم زمن المضارع البسيط تاني ازاي هستخدم زمن المضارع البسيط قال لي لما اجا اتكلم عن الاستخدام اول حاجة بيستخدم فيها المضارع البسيط يعني يعني عشان يعبر لي عن حقيقة سبتة لا تتغير تاني حقيقة سبتة لا تتغير سواء كانت حقيقة علمية او جغرافية تاني سواء كانت حقيقة علمية او جغرافية يعني لما يجي يقول لي كده the sun is rising rise rises in the east يعني الشمس بتشرق من الشرق لما هشوف الجملة دي حلقها بتعبر لي عن fact و fact يعني حقيقة علمية طيب تعال نشوف هنا the sun is rising الزمن ده مضارع مستمر و rise rises مضارع بسيط تاني الزمن ده مضارع مستمر و rise rises مضارع بسيط طيب ازا لازم اشوف الجملة دي حلقها بتعبر عن fact يعني حقيقة وطالما بتعبر عن حقيقة يبقى ازا انا رايح لل present simple المضارع البسيط اللي هلاقي ليه الشكلين rise و rises طيب اختار rise ولا rises قال لي لازم ارجع لل subject اللي هو الفعل بتاعي the sun طيب the sun دي حلقيها singular noun يعني اسم مفرد وطالما تلات اسم مفرد يبقى هاخد rises تاني هاخد rises تعالى نشوف another example مثال تاني when i say the earth is going go or goes round the sun يعني الارض بتدور حوالين الشمس طيب تعالى نشوف حل الجملة دي حيكون ازاي طبعا لازم اشوف الجملة دي حلقيها بتعبر عن fact حقيقة وطالما هي حقيقة علمية فلازم تكون present simple مضارع بسيط طيب حروح الاقي المضارع البسيط في go في goes هما دول الشكلين طب طالما لقيت الشكلين يبقى لازم ارجع لي subject الفعل بتاع الفعل بتاع the earth دي ما لها singular noun وطالما طالت singular noun يبقى انا هاخد ال verb plus s or es فعشان كده هاخد goes تاني عشان كده هاخد goes يبقى ازا هنا وانا بختار ولقيت الشكلين لازم ارجع لل subject اللي هيعرفني انا هاخد فعل بدون اضافات ولا فعل في s او es يبقى اول حاجة بيعبر عنها present simple مضارع البسيط هي الفاكتس الحقيق تعالى نشوف تاني حاجة بيعبر عنها present simple المضارع البسيط وهي repeated actions الافعال المتكررة او العادات يبقى ازا هو بيعبر لي عن عادات او افعال متكررة وطبعا دي مهمة جدا لان الدرس بتاعنا اصلا او الوحدة دي بيتكلم لي عن daily routine الروتين اليومي وهو ده بيعتبر عادة حاجة بعملها يوميا في ساعة معينة او في وقت معين تعالى كده نشوف ازا هعبر عن habits اللي هي العادات او repeated actions اللي هي الافعال المتكررة اللي هعبر عنها باستخدام الكلمات دي always, usually, often, sometimes, hardly, never, or every. اللي دي بسميها at variable frequency يعني ظروف تكرار. ظروف تكرار يعني بيبين لي الفعل بيكرر كل ادئة. هل هو بيكرر always دائما ولا يجلي عادة ولا often ولا sometimes ولا hardly ولا never ولا every. يبقى تاني دي اسمها ظروف تكرار ودي اللي حتبين لي ان هو repeated action يعني فعل متكرر او ان هو habit عادة. طيب تعالى نشوف مثال كده. هنا سايز مونة مونة usually drink drinks is drinking milk طبعا لما هشوف الجملة دي حلاقي فيها كلمة usually اول ما هشوف كلمة usually دي بتعبر لي عن عادة فبالتالي الزمن ده هيبقى present simple يعني مضارع بسيط طيب لما اروح للاختيارات اللي عندي حلاقي المضارع البسيط drink وdrinks وقلت يا جماعة طالما لقيت الشكلين بتوع المضارع البسيط يبقى انا لازم ارجع للصبجكت بتاعي الفعل بتاعه هو مونة فبالتالي مونة لانها singular noun اسم مفرد فتاخد drinks تاني مونة لانها اسم مفرد فتاخد drinks يبقى تاني اذا لقيت الشكلين بتوع المضارع البسيط لازم ارجع للصبجكت للفعل مثال اخر يعني احمد بروح المدرسة كل يوم طبعا لا هم بصينا لجملة حلاقي موجود كلمه افري داي فده دليل على انها عادة او ربيتت اكشن فبالتالي مونة لازم ارجع للصبجكت لازم ارجع للصبجكت لازم ارجع الاجعيه زمن بتاعي بقى present simple مضارع بسيط. وطالما هو بقى مضارع بسيط فبالتالي انا رايح للجور جوز. طيب لقيت لي اتنين مضارع بسيط موجودين يبقى لازم ارجع للسوبجكت بتاعي هو احمد احمد سنجلور نون اسم مفرد فبالتالي ياخد جوز. يبقى انا مش بختار كده وخلاص. لا ازا لقيت الشكلين لازم ارجع للفعل. طيب ملاحظة مهمة جدا بقى في ظروف التكرار اللي هي الادفيربس الفريقونسي. طبعا الادفيربس الفريقونسي احنا اخدناها قبل كده في الابتدائي واخدناها قبل كده كمان في قول اعدادي. وقلنا ظروف التكرار لابد انها تزبق الفعل. تاني ظروف التكرار لازم تزبق الفعل. يعني هي بتيجي الاول وبعدين الفعل وراها. عشان كده يجيب لي فيه الاخطاء وقل لي. الكلام ده صحيح? حاولوا لا والله. ليه يا سيدي من صحيح? حاولوا طالما فعل موجود ومعها ظرف التكرار يبقى ظرف التكرار ييجي في الاول. فبالتالي المفروض تصحيح الجملة دي هيكون هالا sometimes plays tennis. هالا sometimes plays tennis. يبقى سواء كان في الاختيارات او في الاخطاء لازم اخلي بالي ان ظرف التكرار بيزبق الفعل. الا verbi to be. طبعا verbi to be هو هو الوحيد اللي ييجي قبل ظرف التكرار. يعني ممكن يعمل لي العكس. يقول لي احمد never is late. جان? احمد never is late. وحطي للخط كده. هقول له verbi to be لو ام واس وار هو الوحيد اللي ييجي قبل ظرف تكرار. سواء never. سواء sometimes. سواء usually. سواء often. سواء always. يبقى اذا توصيح الجملة دي هيكون احمد is never late. again احمد is never late. طبعا ولازم يخلي بالي هنا ان never عكس always. يعني ساعة بيقول لي مثال. they always get. ولو قلت لا طبعا get. لي عشان they. so they always get up late. يعني هما دايما بيصحوا متأخر. so they get up early. again they always get up late. يعني هما دايما بيصحوا متأخر. يبقى they get up early. اقول له على طول they excellent. they never. يبقى never acts always. يعني هما دايما بيصحوا متأخر. يبقى عمرهم بيصحوا بدري. يبقى تاني never بتستغضى في النافي وحنشوفها دلوقت ان شاء الله. يبقى اهم حاجة ان انا نعرف تعبير عن العادة المتكررة بيكون بالظرف من ظروف التكرار دي. ظرف التكرار لازم ييجي قبل الفعل ما ينفعش ييجي بعده الا في حالة ان يكون الفعل بتاعي هو verbi to be اللي هو am or is or or. يبقى احنا كده عرفنا الزمن ده بيتكون من ايه وعرفنا كمان امتى استخدمه. طبعا الاستخدامات دي في استخدامات زيادة عنها ولكن خلينا فيه اولى اعدادي وتانية اعدادي. طيب تعال نشوف بعد كده ايه للمفروض ان انا اعرفه بخصوص قال لي الحاجة للمفروض انا اعرفها بعد كده هو يعني ايه يعني النفي. ازاي يبقى في الجملة في زمن المضارع البسيط. تاني ازاي بنفي الجملة في زمن المضارع البسيط. قال لي لما اجي ينفي الجملة في زمن المضارع البسيط. هتقول لي يا مستر انت كلمتين عن النفي قبل كده. هقول لك فعلا. واللي ما تفرقشي على ممكن يرجع تاني للحلقات بتاعتنا اللي كانت في المراجعة قبل دخول المنهج. طيب. قال لي التصريف الاول لو فاكرين بمفيه دايما بكلمة don't. برافو عليكم. والفعل اللي في اس او اي اس بمفيه دايما بكلمة doesn't. عشان كده هنقول ان doesn't هتيجي معه she it. and the singular noun. والاسم هيا حبيبي المفرد. طيب don't هتيجي مع مين اللي هتيجي مع we? هتيجي مع they? هتيجي مع you? وهتيجي مع اللي هو الاسم الجم. يبقى تاني. النافي في المدارع البسيط don't او doesn't. لو نفيت بdon't او doesn't. doesn't هتحب اعرف انها هتيجي مع هي وشي وات والسنجلر ناون. don't هتيجي مع we? they? we? you? والبلوري ناون. بس بشرط. طالما نفيت بdon't او بdoesn't الفعل اللي جاي وراهم دايما ببقى يعني فعلا في المصدر بدون اضافات في الشكل الاول بتاعه. خلي بالك من الكلام لان هنا طالما في don't او doesn't لازم ييجي وراهم مصدر. يعني ما ينفعش الاقي don't or doesn't في النفي ومفيش وراهم مصدر. تعال نشوف الامثلة دي. when i say i like fish. when i want to change the sentence into negative يعني لما حب احول الجملة دي للنفي حلاقي الفعل بتاعها في المصدر فبالتالي حامفي بكلمة don't احضنت قبل الفعل واجيب الفعل بتاعي وكده كده بدون اضافات فبالتالي حقول i don't like fish. again i don't like fish. يعني انا ما بحبش السمك. طيب when i say he watches films. يعني هو بيشاهد افلام. لو انا قلت لك. how to change this sentence into negative. هتقول لي الفعل ده في s. فبالتالي حامفيه doesn't. بس على شرط لازم ارجعه لمصدره. فبالتالي النفي بتاعها هيكون. he doesn't watch films. يبقى انا نفيه بال doesn't. خلاص. اللي حصل للفعل. قال لي شلت من ال s او ال es. فرجع لمصدره. فبالتالي هقول he doesn't watch films. يبقى ازا ازا نفيت في المضارع البسيط حنفيه don't او doesn't. خلي بالك انا اخدنا النفي ده. ازاي بان في اي جملة في اي زمن ومن غير كمان معرف الزمن ده ايه. ولو حابب ترجع ارجع لي الحلقات اللي كانت قبل ما ندخل المنى. طيب تعالي بقى نخلي بالنا من حاجات معينة. قال لي في نفيه بكلمة never. ايه never دي يا مستر? قال لي never شكل ما قولنا عكس always يعني عكس دائما اللي هي ابدا. قال لي لما نفيه بكلمة never قال لي ما بيحصلش حاجة للفعل. يعني هي بتيجي قبل الفعل والفعل بيخليه شكل ما هو. عشان كده لما ييجي قولي ولا شكل ما لديه. اختار طبعا هنا علي طول الناس تجري على وحينسى ان انا لما انفي لازم اشيل الاس او طيب لقيت هنا نفي وفي نفس الوقت ما شلتش من الفعل حاجة قال لي يبقى مستحيل انفي بكلمة وما الحنفي بكلمة مين قال لي حنفي بكلمة تاني حنفي بكلمة فتيبقى يبقى لما يجي يقول لي ايه الفرق بين والنفي بنفر والنفي بdozen هقول له النفي بdozen يشيل الاس اولي اما النفي بنفر عمره ما يشيل من الفعل حاجة بيخلي الفعل شكل ما هو فبالتالي هقول طيب حاجة كمان لازم اللاحظها في النفي تعال نشوف المثال دا ها بيخلي الفعل حاجة كمان لازم شي ازن او شي دازن هابي توداي اقول لك اختار طبعا الناس ممكن تشوف توداي فاقول لك اه دازن دا مضارع فاقول هي دازن هابي توداي هقول لك لأ هو ايه الفرق بين النفي بازن والنفي بدازن قال لك احنا لسه قيلين لما انفر بدازن ايه اللي هيجو وراها قال لي مصدر طالما حنفي بدازن يبقى لازم يجو وراها مصدر حنفي بضنت لازم يجو وراها مصدر لو احنا بصينا هنا بعد الاقواس يطرى فيه هنا فعل قال لي لأ ما فيش فعل طالما ما فيش فعل في المصدر يفقى مستحيل اجيب دازن مستحيل امال يبقى حاجيب isn't فبالتالي حقول she isn't happy today again she isn't happy today طيب لو انا حطيت هنا هو feel بصمي بقى feel feel معناها يشعر قال لي آه كده جه ورا الاقواس فعل في المصدر طب اخد بقى isn't ولا doesn't حقول لك لا وانقل بيجامد هاخد doesn't ليه قال لي ان isn't لو جه وراها فعل بيكون فيه ing يعني مضارع مستمر او post participle لما بيكون مبني مجهول وده لسه ما تكلمناش عنه يبقى تاني لو ما لقيتش فعل اوعى تاخد doesn't لقيت فعل في المصدر خد doesn't وهو اوعى تاخد isn't ده الفرق بين isn't وdoesn't في المضارع وده الفرق بين doesn't never في المضارع باخد never لما يكون الفعل ما تغيرش وباخد doesn't اذا لقيت الفعل متشال منه is or is تعالى نشوف اخر حاجة معنا النهاردة لازم اعرفها في زمن المضارع البسيط وهي how to make a question ازاي اعمل سؤال في زمن المضارع البسيط شكل ما عارفنا قبل كده ان فيه two kinds of questions يعني فيه نوعين اتنين من الاسئلة yes or no question يعني سؤال اجابته ب yes or no and wh question والسؤال بيبدأ بادات استفهام بطبيعة الحال طالما الفعل في المصدر يبقى على طول السؤال بتاعي هيبقى ب do اللي هو بيبدأ بفعل مساعد وعندنا طالما الفعل في es او es يبقى انا عندي هنا does اللي تركيبة السؤال للسؤال اللي بيبدأ بفعل مساعد في المضارع البسيط بتكون do or does اكيد do هتيجي مع we the you and the plural noun وdoes هتيجي مع he and she with the singular noun طيب وبعدين اللي بيجي subject subject اللي هو الفاعل طيب وبعدين بيجي الانفينتف اللي هو الايه المصدر ويكمل لي الجمي for example when i say do you run fast يعني do run fast do run fast يعني هل انت بتجري بسرعة تاني do هنا لازم اقول عليها هل ليه لانها فعل مساعد فقول do run fast هل انت بتجري بسرعة لاحظ ان do معها مصدر وdoes برضو معها مصدر do run fast والله لو انا بجري بسرعة هقول yes واطلع ابدل فاعل مع فاعل مساعدة عشان عمل short answer you بتتحول لاي يبقى يا صايدو طيب لو انا ما بجري بسرعة يبقى جاب تب no وهي no i don't اوكي another example مثال تاني لما يجي وولي does mona play volleyball يعني هل مونة بتلعب كرة الطائرة والله لو مونة بتلعب كرة الطائرة او منح اجاوب yes مونة she okay she does طب لو هيا ما تلعبش no she doesn't تاني no she doesn't طيب هنا الموضوع بسيط لكن لما يجي بلي اجابة بيس ونو ده اخد نائب لكده ازاي بعمل سؤال لما يكون الاجابة بيس ونو في زمن المضارع البسيط بس انا ما كنتش بقول اي زمان يعني لما اجا اقول yes they go to school by bus يعني ايوا هما بيروحوا المدرسة بالاوتوبيس انا قلت يا جماعة سوري انا قلت يا جماعة طالما الاجابة بيس معناها ان السؤال بتاعي لازم يبدأ بالhelping verb لما هروح هنا حلاقي مفيش helping verb بس الفعل بتاعي في المصدر فبالتالي لازم اجيب دو طيب بعد ما اجيب دو باجيب الفعل بتاعي اللي هو they so do they طيب واجيب المصدر بتاعي خالص do they go ادي الفعل الاساسي to school by bus another example when i say yes she watches films ايوا الله ايضا هي بتشاهد افلام طبعا هنا الاجابة بيس يعني بس سؤالي حيبدأ بhelping verb يعني فعل مساعد فبالتالي هروح هلاقي الفعل في اس على الطول وانا مغمط بجيب does فيبقى does والفعل بتاعي اللي هو she يبقى does she لازم اشيه للاس يبقى does she watch films تاني does she watch films يعني هل هي بتشاهد افلام تاني هل هي بتشاهد افلام ده بالنسبة لتكوين السؤال اللي هو يعني اللي بيبدأ بالhelping verb ودايما هيكون في المدارة البسيط do or does طب تعالا بقى نشوف تكوين السؤال اللي هيبدأ باداة استفهام قال لي السؤال اللي هيبدأ باداة استفهام اللي هي الwh question حلاقي جاي وراها برضو do or does وبعدين subject اللي هو الفاعل وبعدين الفاعل الاساسي في المصدر وفي الاخر question mark عشان نلخص كده بسرعة احنا اخدنا اداة استفهام اسمها how often تاني اداة استفهام اسمها how often how often دي معناها كمعدد المرات ودي ممكن اجاوب عليها باي ظرف من ظروف التكرار or once or twice or three times or four times على حسب اللي هو بيجيبه لي طبعا انا عارف من زمان ان لو بجاوب على اي اداة استفهام بشوف اداة استفهام دي بتسأل عن ايه يعني مثال بسيط when i say how often do you study english here معناها انت بتذاكر انجليزي كل قد ايه طيب طبعا الكلام ده احنا اخدناه قبل كده في سنة ستة وكمان اخدناه قبل كده في قول اعدادي تعال نشوف لو انا بذاكر مثلا مرتين في الاسبوع خلي بالك لازم دو داستي تشال you بتتحول ل i فحول i طب هعمل حاجه في study حول لها كأنه كان في دو يبقى i study english لو نحدي long answer i study english twice مرتين a week twice a week مرتين في الاسبوع twice a week مرتين في الاسبوع تعال ننهي ونشوف ازاي بنعمل سؤال لو الاجابة في زمن المضارع البسيطة يعني لما يجي يقول لي كده i play tennis once a month يعني انا بلعب تنس مرة واحدة في الشهر تاني i play tennis once a month يعني انا بلعب تنس مرة واحدة في الشهر لو انا حعمل سؤال هنا يبقى لا sorry لو انا حعمل سؤال هنا يبقى لازم اسأل عن حاجة في الجملة دي طبعا لما شوف هتلاقيني بسأل عن كلمة once a month once a month يعني مرة في الشهر طيب once or twice three times or four times usual every sometimes always كل ده بسأل عنه ب how often انا قلت يا جماعة لو فاكرين how often دي بسميها دات استفهام لازم بحتاج وراء دات الاستفهام helping verb فعلي مساعد لو رحت حلاقي play فعلي في المصدر يبقى حاجيب ايه قال لي يبقى حاجيب do طب وبعدين i بتتحول لي you يبقى how often do you طيب واكمل يبقى how often do you اجيب الفعلي بتاعي play يبقى often do you play tennis يعني بتلعب تنس كل دي واحط ال question mark بتاعتي يبقى تاني اداة استفهام فاعل مساعد فاعل فاعل اساسي وتكملت الجملة طيب تعالوا نشوف بقى ازاي السؤال ده بيجيلي في الاختياري يقول لي كده when do is does has mona job اه انا بتكلم عن عادات وبسأل عن عادات هنا السؤال قادي عادات لستفهام وبيديني افعال مساعدة do is does has mona وبعدين جاب لي get قبل ما اختار الفعل المساعد لازم اروح للفعل الاساسي اللي هو كلمة get get هلاقيها فعل بدون اضافات فعل اللي بدون اضافات ما ينفحش يجاب له is has لان has has big or past participle عشان اخد do أو does يبقى لازم ارجع عليه الفاعل الفاعل ده منا مفرد فبالتالي بختار does تاني بالتالي بختار does another example when I say how often do or does or has or are they study english يعني هما بيذكروا انجليزي برضو دي عادات استفهام لازم اروح وراها الفاعل المساعد do, does, has, or هقول له or يبقى لازم اروح ليه الفاعل الفاعل بتاعي في المصدر ما ينفعش or بيجي وراها فايلة فايني جي ما ينفعش هاز ليه? اللي هاز بيجي وراها باسبرت اسمل تصريف تالي تبقى do, does طبعا عايز اخد do ولا does يبقى لازم ارجع على الفاعل الفاعل بتاعي هو they قال لي they ما بتاخدش the does they بتاخد do يبقى لما بختارش اي حاجة كده ده انا لازم برتب واعمل حساباتي واشوف الفاعل واشوف الفاعل وايه هو الفاعل المساعد كل ده اللازم اركز فيه وانا بدرس زمن المضارع البسيط اتمنى ان انتوا ان شاء الله تكونوا فهمتوا معايا زمن المضارع البسيط وهضمتوا وعرفتوا بختار ازاي سواف الاختيارات او بصحح ازاي لو جالي تصحيح او ازاي بعمل سؤال او ازاي بمفي كل ده ان شاء الله هنتدرب عليه في كتاب المعاصر يعني انما معوش كتاب المعاصر ممكن يشتري ان شاء الله واللي معاه يبدأ يحل التدريبات اللي على يونت وان على الجرامر يعني على الجرامر اللي هو على المضارع البسيط لو فتحت الكتاب هتلاقي تدريبات على المضارع البسيط هتلاقي الجرامر جايبه لك وبعد كده التدريبات بتاعته تحللي التدريبات ليه ان شاء الله الحصة اللي جاية قبل ما نبدأ موضوع الريدنج بتاعنا او الانجوج نوتس او نرى الفوكاب بتاعتنا هنحل ان شاء الله التدريبات اللي على الجرامر بتاع يونت وان لما فعلش الجرس يلا بسرعة فعل الجرس يلا بسرعة اشترك في القناة قول لكل زمالك اشتركوا في القناة عشان ان شاء الله يوصلوهم الدروس وفعلوا الجرس عشان الدروس توصلوهم اول باول وقولهم ان احنا ان شاء الله بندرس منهجنا وكمان بنحل اسئلتنا من الكتاب اكلنا في الدرس تماما اشتركوا في القناة